مرحبا اليوم راح عاملكم طريقة المسخن فلسطيني بقطع كمية كبيرة من البصل مكعبات بحط عليهم كمية كبيرة من زيت الزيتون هلأ اثناء بكون نظفت الدجاج متل ما انتو شايفين بسلق البطاطا وبقلي شوية لوز هلأ اتحمر البصل بضيف عليهم كمية كبيرة من السماء بقطع البطاطا المسلوقة بدخلهم الفرن بحط عليهم شوية زيت زيتون وسماء هلأ استوى الدجاج بدخلهم الفرن متل ما انتو شايفين بحب تحمروا هيك وانا حابة اعمل معجنات بجيبه شوية بصل بحط عليهم كمية كبيرة من زيت زيتون انا حابة اعمل معجنات الزعتر هلك الخلطة بتكون جاهزة وحبت اعمل سبانخ كمان حطت لنا زيت زيتون وسماء وزعتر هلأ الجبنة وبحط لها اوريغان وزيت هلأ اللحم بعجين بضيف لها دبس رمان بتعطيها كتير نكها طيبة هلأ عبل ما حضرتون باشرب قهوتي عرواء وبعدين ببلش اعجن اللهم صلى على سيدنا محمد صلى عن نبي هلأ بطرك العجين تخمر ساعتين قلت له رفيق تي انا جاي عندك بس لأخلص شغلي باجي بساعدك قلت له جيبي معك من عند الزلمة شوية خبز للمسخن قلت له اوكي انا كنت عم بقطع العجين كرات لأعمل معجنات متل ما انتو شايفين بعمل الزعتر بعملها قسة ريئة بيدي براقيقة بهالشكل بعدين بدخلها الفرن مع الزيت زيتون لتتحمر بهالطريقة بس اخلص بعمل لحم بعجين بمدة متل ما انتو شايفين بحطه بالفرن وهيك صار طريقة التقديم متل ما انتو شايفين هلأ بعمل السبانخ اللهم صل على سيدنا محمد صل على النبي وهيك طريقة التقديم هلأ بعمل بجبنة ما شاء الله واخر شي بقدم المسخن وصحة وعافية على قلبكم ما شاء الله يكون يعجبكم